بسم الله الرحمن الرحيم هناك مخطط جديد لإعادة مجالس المحافظات مرة ثانية إلى الواجهة وإعادة جميع أعضاء مجالس المحافظات وعضواتها السابقين وصرف مستحقاتهم من تاريخ الانقطاع إلى الوقت الحاضر هذا يجي من خلال رفع مجموعة من أعضاء مجالس المحافظات لقضية أمام محكمة الاتحادية تطالبها باعتبار ما صدر عن مجلس النواب بقراره بإلغاء مجالس المحافظات بأنه غير دستوري وممكن المحكمة الاتحادية أن تحكم بعودة مجالس المحافظات ليس لأنه المحكمة الاتحادية تريد عودة مجالس المحافظات لأنه الإلغاء اللي صار بقرار من مجلس النواب ومجالس المحافظات مثل ما جميع يعرف صادرة بقانون رقم 25 لسنة 2008 وهذا عدل أكثر من مرة لذلك هذه السلطة الفاسدة تريد إعادة مجالس المحافظات لعدة أسباب أولا مجالس المحافظات تدر عليها مليارات الدنانير ثانيا مجالس المحافظات به عشرات مئات آلاف الدرجات الخاصة معاون مدير عام مدير عام وكي الوزير وهذه تعطى للحزبيين مجالس المحافظات وسيلة من وسائل التفاوض بين الأطراف السياسية يعني مثلا أنا أحصل هاي الوزارة مقابل وأنت تاخذ محافظة في محافظة معينة أنا أتنازلك عن منصب النائب الأول لرئيس المجلس وأنت تنطيني رئيس مجلس في غير مكان فهذولة أيضا خسروها اليوم ذولة شيء تقدمون مع هدوء الوضع ما يخص المظاهرات أتيحت لهم الفرصة بأن يسترجعون مرة ثانية جهودهم لإعادة إحياء مصدر أساسي من مصادر الفساد في هذه الدولة حسنا سؤال مطروح شلون نقدر نقطع الطريق على ذولة نقطع الطريق بطريق واحد بسيط جدا رئاس الجمهورية أو مجلس الوزراء أحدهما يبعث مشروع قانون إلغاء قانون مجالس المحافظات رقم 25 لسنة 2008 وتعديلاته جميعا قانون بسطرين يلغى قانون مجالس المحافظات رقم 25 لسنة 2008 وتعديلاته وبهذا تصبح المادة الدستورية المتعلقة بمجالس المحافظات محطلة إلى أن نلقي حل سواء بتعديل دستوري لقضية مجالس المحافظات حتى لا نعيد هاي المجموعة من السراق اللي كانوا يحكمون في مجالس المحافظات ومرة ثانية نقول أيبا والله هم ذو ولا رجعا وراح نخسر الفلوس لأن احنا في أزمة اقتصادية خانقة اليوم معقولا نرجع ونصرف مليارات الدنانير لأشخاص أصلا متهمين بالفساد يعني سووا نعظم مجالس المحافظات أنا مو ضد التجربة لكن ضد الآلية اللي وضعت للسرقة من خلال مجالس المحافظات وأنا أذكركم بحدث مشابه في عام 2008 2011 بالإصلاحات وأضع كلمة إصلاحات بين قوسين اللي أرسلها حيدر عبادي إلى مجلس النواب ومن ضمنها إقالة نواب رئيس الجمهورية إذا تذكروا كان ثلاث نواب أهد علاوي والمالك والنجيفي وصدر قرار من مجلس النواب وافقوا على إقالتهم لكنه تدرون أعضاء النواب رئيس الجمهورية صدروا بقانون اللي هو القانون رقم واحد لسنة 2011 ولأنه حيدر العبادي جزء من منظومة الفساد الحاكمة ما دز مشروع قانون إلغاء قانون نواب رئيس الجمهورية رقم واحد لسنة 2011 لا لأن هذا أيضا مصدر من مصادر السرقة فدز بس رغبت بإقالتهم ومجلس النواب وافق لكنه على أرض الواقع هل القانون يلغى إلا بقانون هذا نص دستور القانون لازم يلغى بقانون فمن رفعوا دولة دعوة أمام المحكمة الاتحادية المحكمة الاتحادية شكتهم قالت لهم حقكم أنت الإقالة كانت غير دستورية لأنه القانون لازم يلغى بقانون ولهذا مجلس المحافظات اليوم لازم يلغى قانونها بقانون وإلا سرح ترجع عندنا مجلس المحافظات ويرجع السرقة وتعطى كل محصصاتهم من تاريخ الإيقاف إلى اليوم وهذه مشكلة كبيرة لازم ننتبه لهذه سلطة مجرمة سلطة تخاف ما تستحي الناس لازم تكون واعية ومدركة ولازم تصير حملة واسعة لمنع عودة مجلس المحافظات لأنه ماكو داعي يعني طبعا ماكو فلوس بالعلاق تنباك ماكو فلوس بالعلاق تنباك في أمان الله